المفتوح لا يفتح هكذا قالتها مأرب في وجه الحملة الحوثية العلامية الجديدة التي أراد من خلالها الحوثيون الهروب من فضيحة انكشافهم في فبراير الماضي حتى أمام بعض المخدوعين بهم يومها وحين أعلن اللواء سلطان العرادة أن الطرقات من جهة مأرب الجمهورية مفتوحة للتخفيف عن المواطنين الذين يقعوا فتح الطرقات ضمن أبجديات حقوقهم الإنسانية حاولت الميليشيا الإيرانية التهرب من حقيقة أنها من يغلق الطرقات فخرج محمد علي الحوثي وغيره من قيادات الميليشيا ليتهربوا من فتح الخطوط الرئيسية من خلال الحديث عن فتح طرقات فرعية وعرة ومزروعة بالألغام فكان تهربهم المكشوف فضيحة لهم حتى أمام بعض مؤيديهم الذين طالبوا برد تحية مأرب بمثلها وأن تفتح الميليشيا الطرقات من جهتها بمضي الأشهر فكر الممسك بحبل الحوثي وقدر لتخرج الميليشيا مؤخرا للحديث عن فتح الطريق من الجهة الجنوبية محاولة إبراز ذلك وكأنه نصر إعلامي ومكرمة حوثية فجاء رد مصدر مسؤول في مأرب عبر وكالة سبأ الرسمية مختزلا للحقيقة التي يدركها اليمنيون لتلقف بضع كلمات ما زوره السحرة الحوثيون حيث أكد المصدر المسؤول أن جميع الطرقات مفتوحة من جهة مأرب منذ أعلن ذلك محافظها وأن الكرة في مرمى الحوثية التي يجب أن تغادر مراوغاتها لتفعل ولو لمرة واحدة ما يخفف معاناة الناس التي صنعتها الميليشيا بانقلابها فهل تفعلها الحوثية فتذهب ولو لمرة نحو مقدمات الحل أم أن ذيل إيران لا ينعدل